إذن متابعين كرام تستذكرون شيخ القطة في حضيرات الجزائر هذا اللي كانت تصلي في الجامعة تلعت له القطة فوق تفوق وانتشرت الصورة وردوها إنجاز نظام حضيرات الجزائر ردها إنجاز ومشوا كيستقبلوها دخونا هذا وكيدروا له في التكريمات وكيعطيوها في الجوائز ودالوا منها إنجاز وطني في حضيرات الجزائر فهذه المسألة كانت في شهر رمضان العام الماضي هذا الشيخ بين قوسين الشيخ هو عمل للدير إيس في نهاية المطاف وهذه المسألة معروفة في حضيرات الجزائر من يأمون في المساجد يكونوا عملاء دير إيس المخابرات الجزائرية على كلين كما تشاهدون على يسار الشاشة على ما يبدو أنه يحاول تكرار هذا الواقع لكن هذا المرة عن طريق استغلال الأطفال عن طريق استغلال الأطفال القاصرين كما تشاهدون في هذه الصورة على يسار الشاشة لكن اللي سألت معي أنا وهو هذه الصورة التي تكتبها الآن أمامكم على الشاشة أقول لك يصلي في لايف على التك توك مشغل اللايف في التك توك وهو كيصلي بالله عليكم واش هذا إمام واش هذا إمام واش نسميه هذا طالق لايف في التك توك وقالت كيصلي واش غيركز غيرتخشع في الصلاة ولا يتخشى في كبس 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 كبسك كبسك واش كون صيف للرداء واش يكون صيف معي واش نسميه هذا بالله عليكم واش عملكم بشاهدون إمام وهذه المسألة الآن ولا يمكن فعلها في الجزائر بشكل كبير أئمة ولا يمكن فعلها في التك توك وهم يصليوا بالناس بالله عليكم واش تقبل صلاة بهذه الطريقة هذه وانت تضع الهاتفال لحدك وطلق اللايف وقالت تصلي وقالت مخشع ماخي في الصلاة مخشع في الليف شكل يمصيفت لك الهدية وشكل يكبسوا كبسوا كبسوا طبعا الحال هنا نرى منظور أو نرى مستوى الذي وصل إليه الأخلاق في حضارة الجزائر أخلاقيات العامة في حضارة الجزائر مستوى الاهتمام بالدين في حضارة الجزائر مستوى احترام الإسلام وإحترام الدين وإحترام الصلاة عباد الله ثم موقف الشراء لا صلاة ولا حرمة الميت هذه المسألة التي تكلمنا عليها في الفيديو السابق ولا وقرت عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وقرت عليكم القرآن تطاول على الدين وعلى الإسلام من ما يسمى برأيس الجمهورية إلى أصغر خلق في حضارة الجزائر كلهم كسبوا بالدين وكسبوا في بلا ما ندخلوا في تفاصيلكم وعرف ينسب الدات الإلهية وما إلى ذلك من هذه الأمور لكن اللي سألت معي أنا وهذه اللايفات ديال تيك توك أثناء صلاة التراويح لهذا الدرجة عندكم عقدة من الهوية وعندكم عقدة من المسائل المتعلقة حتى بالدين لهذا الدرجة وصل الاستخفاف بعقول الناس أنكم والتي تحاولوا تروجوا لشي انتصار ولشي مكسب ولشي كده لدرجة على أن قطة طلعت قطة مشة طلعت الكتف ديال إمام كيصلي ردتها إنجاز والتي تحتفلوا بها بشكل سنوي مكاري تتبهدي لها بكل ما تحمل الكلمة من المعنى لو هذا عندنا على شيء بطبيعة الحال فهو يدل على الإفلس الأخلاقي والإجتماعي والديني وعلى كل المستويات في حضيرات الجزائر لأن المفلسون بطبيعة الحال وليك وصل بيوم المستوى لهذه الدرجة وركزوا لي على المسائلات تيك توك وهو كيصليف تراويح يعني لا خوشوا عليهم يحزنون قلس من قابل الليف شكل غدي سيف تليش شكل غدي كبس تليش شكل غدي دليه كذا يعني استخفاف بالعقول لأقصى درجة وصلت بيوم الحال في حضيرات الجزائر متابعين الكرام أراكم في فيديو قاعدين ترجمة نانسي قنقر